أسقطت قوات الجيش الوطني طائرة مسيرة تابعة للميليشيات الإنقلابية في محافظة الجوف وقالت مصادر ميدانية أن قوات الجيش تمكنت من إسقاط الطائرة المسيرة أثناء محاولة تحليقها فوق مواقع الجيش بمنطقة الجرعوب شمال مديرية المتون وكانت قوات الجيش قد أسقطت طائرة مماثلة في ذات المنطقة الأحد الماضي وتشهد الجبال المطلة على الساقية المحاذية لجبال يام شمال نهم مواجهات عنفة بين الجيش الوطني وميليشيات الحوثي الإنقلابية تكبدت خلالها الأخيرة خسائر كبيرة وسقوط 19 مسلحا حوثيا وأصيب آخر في المواجهات التي تزامنت مع قصف مدفعي وغارات لطيران التحالف العربي استهدف تعزيزات ومواقع للميليشيات